أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الأخبارية وهذا أبرز عنوانها النقابات ترفض تقييد الإضراب وتطالب بحلول جذرية لمنظومة التقاعد المنظمة الديمقراطية للشغل ODT جدت رفضها لما وصفته بمشروع القانون التكبيلي الذي يهدف إلى تقييد حق العمال في ممارسة الإضراب والذي تعتبره المنظمة انتهاكاً للحق الدستوري في الإضراب بالمغرب ودعت النقابة إلى سحب هذا المشروع من البرلمان مع التأكيد على ضرورة احترام أرباب العمل للحريات النقابية وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية خصوصاً الاتفاقيتين رقم 87 و98 التين تضمنان حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية كما طالبت المنظمة بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد في المغرب بعيداً عن الحلول المؤقتة وضمان زيادة في معاشات المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل للمتقاعدين في سياق آخر أكدت المنظمة دعمها لنضالات الفئات المهنية المختلفة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين مشددة على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الوزرية والمؤسسات العامة كما دعت إلى تعميم الزيادة في الأجور ومراجعة القوانين الأساسية التي تحكم قطاعات مختلفة في الدولة مثل التعليم والصحة والموانئ والنقل والتكوين المهني وعلى الصعيد الاقتصادي طالبت المنظمة بالحد من الأضرار التي لحقت بالمقاولات المغربية نتيجة المشاكل التشريعية والاحتكار والضرائب الثقيلة واقترحت إجراءات لتحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل من خلال تقديم تحفيزات ضريبية المنظمة أيضاً أبدأت تضامنها مع الطلبة الأطباء في نضالهم محملة وزير التعليم العالي مسؤولية استمرار الأزمة في القطاع التعليمي ختاماً أشادت النقابة بالنجاحات الدبلوماسية المغربية في حماية الوحيدة الترابية والإصلاحات السياسية والتنموية التي تقوم بها المملكة